لتسهيل العودة المستدام والتعافي الحضري وبناء السلام في غرب نينوى قدم الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو لبرنامج الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق مشروع بعنوان دعم التعافي الحضري وبناء السلام في غرب نينوى ويهدف المشروع بحسب المنظمين إلى تسهيل العودة المستدامة والانتعاش الحضري وبناء السلام في المناطق الغربية من محافظة نينوى هذا وستتركز جهود المشروع في مناطق سنجار والإبعاج وتلعفر كما ويتكون المشروع من ثلاثة محاول رئيسة أبرزها تحسين الظروف المعيشية والسكنية للعائدين الضعفاء في غربي المحافظة طبعا عندهم مجموعة مشاريع فإحدى هالمشاريع بناء دور واطئة الكلفة في قضائة الأعفر تقريبا 75 دار وفي ناحية العياضية 75 دار نحن عندنا دور مهدمة بالكامل تقريبا ذكرنا بالكلمة 400 دار وأكثر من 2000 دار مختلفة الأضرار ونحن من خلال تواجدهم في المنطقة إن شاء الله سنحاول إعادة تأهيل وترميم هذه الدور كما بيهدف المشروع أيضا إلى إعادة تطوير السبل للعيش في المديريات والنواحي المستهدفة وحماية المساكن والأراضي وحقوق الملكية للعائدين فضلا عن تطوير قدرة السلطات المحلية على معالجة قضايا الإسكان والأراضي وحقوق الملكية تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية هذه البرامج مهمة جدا لإعادة النازحين إلى مناطقهم كون أحد الأسباب الرئيسية لعدم عودة النازحين هي عدم وجود المأوى ولكن بالتأكيد هي لا تكفي كل حاجة المحافظين أو هذه المناطق هي قد تستعشرة إلى خمستعش بالمئة من الحاجة الحقيقية أو أقل وتظل المناطق المحررة من دنس داعش بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم التعافي الحضري وبناء السلام فيها في سبيل تهيئتها وإعادة إعمارها لتعود كما كانت بيئة آمنة لأهلها وأبنائها